محاولة جديدة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح للعودة إلى مناطق تسيطر عليها المقاومة الشعبية في الظالع من خلال عمليات عسكرية ومحاولة تسلل متكررة سبعة قتلى من الميليشيا هم حصيلة المواجهات التي شهدتها مناطق حماك ويابار ونقل الخشبة في الجبهة الغربية من الظالع خلال الساعات الماضية بعد أن صدت المقاومة الشعبية محاولة تقدم للحوثين باتجاه منطقة العذارب مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية أكدت أن الميليشيا شنت هجوما على المنطقة وقصفت القرى المجاورة بشكل عشوائي إلا أن المقاومة الشعبية ردت بالمدفعية الثقيلة على مواقع عسكرية عدة تنتشر فيها الميليشيا في جبهات العرفة في عيس سدور مواجهات متقطعة بين المقاومة الشعبية مدعومة بالجيش الوطني وبين الميليشيا في الوقت الذي لجأ فيه الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع إلى قصف القرى ومواقع المقاومة على أطراف مريس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وتحاول الميليشيا عبر تعزيزاتها العسكرية المستمرة العودة إلى الجنوب عبر محافظة الظالع إلا أنها واجهت مقاومة شرسة ما جعلها تخوض حربا واسعة في محاولة التقدم في مناطق المحافظة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة